أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بطبة أو أجد على المال هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأطني الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نكت بما تسعى فلا يخذنك عنها من لا يؤمن بها واستبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال قذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يبك إلى جناحك تخرج بيضاء من ويرسوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى كالعون إنه طرى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقبة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به يزري وأشركه في أمري كي نتبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بطيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منذنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألق بفيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتقنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تطرع عينها ولا تحنن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست مين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك النفسي اذهب أن تواقوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فلعون إنه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تقافا إن مني معكما أسمع وأرى فأتي ياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد روحي إلينا أن العذاب على من كلب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من مبات شسا كنوا وضعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأوليوهات منها قلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلقه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر مما سبحا فتولى في العون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد قاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا من نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أسلح اليوم من استعنا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعطيهم يخيل إليه من فحرهم أنها تسعى فأرجت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يسلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاش ولأطلبنكم في جذوع المخل ولتعلمن أيننا أشد عذابا وأبطا قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضنا أن فطار إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربها ليغفر لنا فطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا علينا السحر والله خير وألقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدل تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أترب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم في العون بجنوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وأضل في العون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الصور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقضوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعلم صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثني وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أتفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم وضب من ربكم فأصلفتم موعدي قالوا ما أصلفنا موعدك بملكنا ولا كنا حملنا أو دارا من زيلة القوم فقدفناها فكلالك ألقى الثامري فأخرج لهم عجلا جتدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يبنى أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأتي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا تامري قال بصرت بما لم يبقروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فانهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساء وإن لك موعدا لن تقلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرق منه ثم لننفحنه في اليم نتفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ووسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لذنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة خلا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الزبال فقل ينصفها ربي نسا فيذرها قاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا هنسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربذ به علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا أن الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وعطا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأسينكم مني هدى فمن استبع هدايا فلا يضيل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بطيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك مجزي من أسعف وننؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبطا أفلن يهدرهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولمها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان رزاما وأجل مسمى فاصبل على ما يقولون وتذبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبنا ومن آلاء الليل فتذبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمزن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفس لهم فيه ورزق ربك خير وأبطا وأمر أهلك للصلاة والصبل عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاطبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي من بينتنا في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخلا قل كل متربط فتربطوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اشتركوا في القناة